بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم على قناة الأستاذ رائد المسعيد في عنا اليوم في البيج 46 الصفحة السادسة والأربعين بعض التمرينات المفيدة إن شاء الله لكن عشان نقدر نحلها وإحنا فهمانين ونستفيد لازم أذكركم بهاي الكلمات اللي مهم كثير تحفظوها إذا حافظينها ممتاز إذا ما كنتوا حافظينها وقفوا الفيديو ويريت تنقلوها على دفتر المفردات أقرألكوا إياها عشان اللفظ الصحيح Excited Excited متحمس Match Match مباراة Laugh Laugh لاحظوا الجي والأتش هون لفظناها ف Laugh يضحك Have fun Have fun يستمتع Headache Head Ake صداع Flower Flower طحين Cake Cake Tuck Project Project مشروع Because Because بسبب أو لأن وآخر شيء Make اللي معناها يصنع طبعاً بدأ لنبه كل شيء Flower طحين وفي عندي كمان كلمة ثانية تلفظ Flower اللي معناتها وردة طبعاً في فرق بالكتابة لكن نفس اللفظ نفس اللفظ بعد ما خلصنا قراءة هاي الكلمات نبدأ بإذن الله بالحل Unit 12 الوحدة الثانية 10 Why is Kareem excited لماذا كريم متحمس يا ترى ليش كريم متحمس Exercise number one التماري الأول بيحكي لي Look Read and Match انظر وإيش أقرأ وإيش أعمل وصل بدنا أول شيء ننظر إلى الصور ونقرأ الجمل في عندي هون مثلاً هاي الصورة واضح أنه في واحد متحمس فبنحكي مثلاً Kareem is excited because Kareem هذا الشخص متحمس لأن لأن طبعاً أول شيء بنحكي لأنه لأنه كريم فهل بحكي لكريم هي ولا شيء أكيد رح تحكي يا أستاذ بما أنه واحد رح نحكي له هي ما رح نحكي له شيء طب كويس إذن ما رح أنظر إلى B عفواً إلى A لأنها A أولها شيء وإحنا بنحكي عن كريم ما بيزبط أحكي عنه شيء بروح على الخيار B أولها هي يعني محتمل يكون صحيح خلنقرأ بالله He's going to watch a football match هو going to معنىتها سوف يشاهد مباراة كرة قدم هل من ناحية المعنى منطقة بنحكي أنه كريم متحمس لأنه سوف يشاهد مباراة لكرة القدم نعم ممكن إذن B فبنروح نكتب B هون طبعاً هاي محلولة بس حبيت أحلها مرة ثانية عشان إذا إجت في الامتحان تقدروا تتصرفوا ماذا عن picture 2 الصورة 2 في عنه هون three girls ثلاثة فتيات منا طيب is laughing because إيش يعني منا is laughing because يعني منا تضحك لأن هل رح نحكي لأنها ولا لأنه طبعاً يا أستاذ لأنها لأنها منا فتاة إذن بعد because رح يكون هي ولا شي طبعاً شي إحنا بنحكي عن girl فتاة إذن رح يكون شي فبالتالي منيجي على a شي نقرأها she's going to make a cake she's going to make a cake المعنى هي سوف تصنع كعكة طيب يا ترى هو اللي بده يصنع cake اللي بده يساوي قالب cake بيصير يضحك لا مستحيل إذن من ناحية منطقية أو معنى والله يحسها ما هي زابطة فبالتالي بنروح على خيار ثاني فروح شوف بي لا يا أستاذ لي سببين أول شي إحنا حلناها للسبب الثاني أنه استخدمنا فيها هي إحنا بدنا شي خلينا شوف c c كمان يا أستاذ ما في داعي نضيع وقتنا فيها لأن أولها هي إحنا بدنا شي طيب هي d she she's having fun with her friends يعني هي have fun أخذناها تستمتع مع مع مين صديقاتها هل منطقي أحكي منى تضحك لأن ها لأنها مستمتع مع صديقاتها نعم الواحد لما يكون مع أصحابه بيكون بيستمتع وبيضحك فبالتالي d جواب منطقي فباجي هون وبكتب هون d وبيضحك حلو كثير طيب نشوف البيكتر الصورة التالية next picture طبعا هون في عندي واحد طبعا هون بيحكي لي انه اسمه عيسى وهذا doctor نقرأ عيسى is going to the doctors because عيسى شو ماله يذهب الى وين الى الدكتور عيادة الدكتور لأن شو رايكو أول شي راح أفكر فيه انه بعد because بييجي هي ولا شي راح يكون هي لأنه في عندي عيسى طيب كويس وهو رايع الدكتور خلينا نشوف هي هاي شي نفكر فيها لا لأنها أول هاي شي طيب هي بي استخدمناها يا أستاذ طيب حلو س هي هاي 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 هدك يعني هو لديه صداع هو لديه صداع منطقي انه عيسى ذاهب الى الدكتور لأنه عنده صداع وجع في الرأس منطقي كثير إذن الجواب س راح يكون عندي هون ثري مع س حلو كثير طيب نشوف بيكتور فور عندي ماجدة أيوة هاي ماجدة is buying some flower because ماجدة is buying some flower because ماجدة تشتري بعض الطحين لأن لأن طبعا أول شيء لأنها لأنها because she هل ندور على شيء تشتري طحين يتر ليش تشتري طحين لأنها going to سوف make تصنع a cake كعكة طبعا بدها طحين عشان تصنع cake منطقي ولا مش منطقي والله منطقي يا أستاذ فباجي هون بحكي إذن الجواب عندي هون إيش إيه نذهب إلى آخر picture آخر picture الآن آخر picture هدا is using the computer because المعنى بس أشرع الكلمة يعطوا المعنى قبلية إذا بتقدروا هدا شمال هدا احكولي تستخدم ماذا تستخدم الكمبيوتر الحاسوب شمال because لأن شو رح نحكي هون لأنها طيب لأنها خلينا شو شوفي عنده هون لأنها مثلا إيه لأنها got a project لديها مشروع for school لأجل المدرسة منطقي إذن هي بتكتب في المشروع تبحى في البحث لأجل المدرسة إذن هون رح أستخدم إيش رح أستخدم إيه هيك بنكون خلصنا صفحة اليوم إن شاء الله براكم بالصفحة القادمة سيد رادم سيد يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر